رغم تحذيرات وزارة الصحة العامة والسكان ودعوة الجهات المختصة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا في العاصمة المؤقتة عدن تشهد الشواطئ الساحلية بالمحافظة ازدحاما كثيفا من المواطنين والزوار خلال أيام عيد الفطر الأولى لا بالنسبة لهذا قدر الأمر واقع قدامه شوف الأمر واقع شوف القدامك الساحل الأمور طيبة شوف كذا شوف والمكتوم الرحمة الرحمة الله لابد منه المكتوم الرحمة الله سبحانه وتعالى لابد منه أما الأشاعات الذين من هنا وهناك فيها موجودة بالساحل لكن الأمر واقع قدامك الساحل مرأة بشر عائلات الحمد لله والمكتوم الرحمة الرحمة الله لابد منه كذب هذا الضرر الكورونا هذا مش عندنا شبه هذا الفيروس أقع اسمه كرفس ممثلش أي من الفيروسات اللي براع يعني ما إش منه فائدة ولا رأس مال ما معك إلا تخرج تتخارج والأمر طيبة متجاهلين الوباء وتحذيراته يتدفق المئات من المواطنين والزوار إلى أكثر من أربعة شواطئ رئيسية في المدينة بهدف السباحة والاستجمام والجري وركوب الدراجات بتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية نحض أن نوجه من خلالكم أهمية أن يستشعر المواطن حقيقة وجود هذا المرض المتمثل بالجائحة كورونا حقيقة لا يمكن لنا أن يكون كل العالم قد أقر بوجود مثل هكذا مرض وباعي منتشر معدي أقر به العالم وأخذ بخطوات الخيطة والحذر من هذا وتأتي المصادفة أن البعض يستهزئ أو ينكر وجود هذا المرض إهمال المواطنين وتزاحمهم في الشواطئ والأسواق وعدم التزامهم بإجراءة السلامة والتباعد الاجتماعي إلى جانب انهيار القطاع الصحي في المدينة كلها عوامل تدق ناقص الخطر وتنذر بكارثة إنسانية وصحية محتملة